اشتركوا في القناة من حجم الكرة عنوان درسنا اليوم اللي هو حجم الكرة حجم الكرة تكلمنا في الحصة الماضية على المساحة السطحية للكرة اليوم نتكلم في درسنا اليوم عن حجم الكرة بداية هناك علاقة بين حجم الكرة وحجم الاستوالة ان حجم الكرة يساوي 2 على 3 حجم الاستوالة 2 على 3 حجم الاستوالة كنا نعرف احنا في السنة الماضية اخدينا حجم الاستوالة اللي هو باي نق تربيع عين يعني مساحة القاعدة ضارب الارتفاع فانت عندما تجي تنسم كرة بهالوضعية باهين هنا عندك الارتفاع هذا هو الارتفاع الارتفاع ممكن نعوض عليه بقيمة ذا القطر يعني هو اصلا يمثل القطر بالكامل والقطر هو رمز اثنين نق من هذه النقطة نقدر نستنتج ان حجم الكرة بيساوي اثنين على ثلاثة ضارب باي نق تربيع ضارب اثنين نق ففي الاخير نوصل للقانون اللي موجود معاي في الكتاب هذا هو اللي همك انت توه حاليا اللي هو حجم الكرة اربعة على ثلاثة باي نقطة كعيب اربعة على ثلاثة باي نقطة كعيب وموجود عندنا القانون في الكتاب فبرة معاي تبو انت حاليا للصفحة واحدة وعشرين واتلاحظ قدامك القانون اللي هو موجود عندك على الصبورة موجود عندي في الكتاب تمام خلونا ناخده مثال خلونا ناخده مثال باش نعرف كيف نضبق القانون المثال شا بيقول لي اوجد حجم كرة قدرها عشرين سنتيمتر والباي ثلاثة واربعطاش من مية كويس اذا انت عندك هني المطلوب مني اللي هو حجم الكرة صح ولا وانت عندك القانون متاعك اللي هو ايوه اربعة على ثلاثة باي نقطة بيها تعال نخش مع بعضنا بالحل ماه عندك الاربعة على ثلاثة موجودة لكن قبل هذا اسف اول خطوة في الحل بنركز ان ايه عاطينا القطر صح ولا عطيك القطر اللي هو قيمته عشرين بتطلع لنصف القطر للكرة هنا يبقى نجي نقوله نقق يساوي عشرين اللي هي القطر بالكامل تقسيم اتنين طبعا مش دي ما تقسمها اتنين ايوه في حالة واحدة عندما يعطيك القطر بالكامل باي يعني تطلع لنصف القطر قداش عشرة سنتيمتر خلاص يبقى هذي النقطة الأولى نجي تور نقوله الحجم بتاع الكرة يساوي اربعة لتلاتة هذي اربعة لتلاتة تمام ضرب هذي ضرب انت واصل بي هنا اربعة لتلاتة الباي كم الباي 13 من المية هذي 14 من المية ضرب مرة تانية هذي ضرب لاحظ هنا عندك نقطة كعيب نقق تكعيب يعني نص القطر حنضرب في نفسه بهالطريقة عشرة ثم ضارب عشرة أيوا ثم ضارب عشرة ممتاز السبب لأنها نقق تكعيب طيب هنا نضرب عندك أربعة ثلاثة ضارب ثلاثة واربعش مية هذه قيمة باي موجودة معاك النقق اللي هي نص القطر قلنا دخلنا لها عشرة ونص القطر مرة تانية عشرة ضارب عشرة ونطلع في الأخير الحجم تكون بيك تضرب تضرب أربعة في ثلاثة واربعش مية ضارب عشرة ضارب عشرة ضارب عشرة ثم تقسم على ثلاثة واتطلع الحجم بعد مضربنا دوة حالين شين يطلع لي الجواب بيطلع لك ما هني طبعا نبو الارقام معنوية يعطينا يطلع لي أربعلاف ومية وستة وثمانين فاصلة أو ستة من عشرة هذا اللي هو حجم الكرة باي أحيانا بيقول لك نبيك الدير إلى أقرب ثلاثة أرقام معنوية ثلاثة أرقام معنوية عملية التقريب أنت بعد مجلدة الحجم هنا بالسنتيمتر مكعب مجلدة الحجم بتجيدي التقريب التقريب علمت التقريب ثلاثة أرقام معنوية زي ما تكلمنا في الدرس السابق متاع مساحة السطحية حتى هو اضطرين أنا نقربه تلاثة أرقام معنوية هلين بنقرب تلاثة أرقام معنوية عندك رقم اثنين ثلاثة أنت حاليا وقفت وين أيوا في الثمانية قبل الثمانية الستة بتعطي واحد لثمانية لأن أمتى أنت تعطي تزيد واحد لثمانية إذا كانت الخانة هذه خمسة فما فوق لا هو توحاليا ستة يبقى شين يصير بتصير أنك بتحط بدلها اللي هو هذا سفر منية السفر بدل الستة مانية تصبح تسعة والواحد والأربعة يعني نقصد اللي هي المئات والألوف يبقوا كماما بالشكل هذا وشين كنت درت له قربت له إلى ثلاثة أرقام معنوية واعيد مرة تانية واعود المثال أيوا قلنا المثال اللي موجود أمامك الغرض منه كيف نستخدم القانون اللي يكون نتكلمه لليه بكري في حجم الكرة أوجد حجم الكرة قطرها عشرين سنتيمتر الباي عنده ثلاثة واربعتاش من مية أيوا قلنا هذا التمرين من خارج الكتاب مش من الكتاب اللي موجود أمامك اثنين أول شيء بدنا في خطوة الحل أول حاجة خلنا العشرين اللي هي تمثل القطر هنا القطر بالكامل العشرين أنت محتاج في القانون نص القطر يبقى تاخل العشرين قسمها على اثنين وهذه واضحة أعتقد أن هي تعطيني كم تعطيني عشرة سنتيمتر أحيانا ما يقوليش القطر يقولي نص القطر خلاص خلازة ما هي هذي كان باهي يبقى هنا لازم تعرف علاش انت قسمت على اثنين أيوال لأنه موجود القطر ثم النقطة الثانية القانون عندنا منبوش نكرره مرة الثانية موجود قدامي جينا عوضنا أول شيء في القانون عندي أربعة ثلاثة هذه أربعة ثلاثة ثم ضارب الباي موجودة قيمتها اللي هي ثلاثة واربطاشم ثم ضارب النق تكعيب يعني نق ضرب نق ضرب نق والنق انت حاليا الموجودة معاك قداش عشرة ضرب عشرة ضرب عشرة ضرب عشرة وبالضرب وصلنا للقيمة اللي هي أربعلاف ومية وستة وتمانين وستة من عشرة أربعمية أربعلاف ومية وستة وتمانين وستة من عشرة شين قال لي هو السؤال قال لي قرب الناتج إلى أقرب ثلاثة أرقام المعنوية الأرقام المعنوية كنا نقره فيه في الصف السابع بتجي عندك أقب اثنين ثلاثة نبدو من اليسار أيوه وصلنا وين في الستة الستة هي هادي نقدر نسموها نقوله هي الميزان شلو الميزان يا بتخليني نزيد يا بتخليني العدد زي ما هو ايوه فانت ام تزيد لقيت الستة اكتر يعني هي المفروض تكون خمسة ستة سبعة تمانية تسعة يعني لقينا عدد من خمسة معنا نبطر نزيد واحد للعدد اللي هو تمانية هو الرقم تمانية اللي هو المتمثل في خانة العشرات وتصبح تمانية نزيدوها واحد تصبح تسعة والمياد تبقى على حالة زمهية الالوف تبقى على حالة زمهية وبذلك بعد التقريب يطلع الناتج اللي مدون امامك حاليا 4190 سنتيمتر مكعب ارجو ان هذا المثال تنقله في الكراسة لانه قلنا من خارج الكتاب المدرسي طوى حاليا بعد من انتهينا من هذا المثال اللي عرفنا كيف نستخدم القانون خلينا نرجع للكتاب نبي كل طالب يفتح الكتاب وياخد قلم في ديه ويمشي مع بعضنا لحل بقية التمارين لان نحن يقولنا هذه الدروس اللي نعطفها حاليا هي يعني انك الدرس هذا مش باخده قبل مبرش عليك قبل انت مش هتاخد فيه في كاسفة مراجعة حاليا يعني كأنك بأول حصة لهذا الدرس فبالتالي انت حاليا طوى بتفتح معاي الكتاب كويس وتمشي معاي للصفحة اللي هي رقم مية وثلاثة وعشرين صفحة مية وثلاثة وعشرين في الصفحة هذه عندك مجموعة من التمارين لو اخذنا رقم واحد لو مشينا للتمارين رقم واحد التمارين رقم واحد يبي المساحة اللي كنا تكلمنا لها في الدرس الماضي ويبي الحجم وبالتالي اعتقد انها سهلة جدا لانه قدامك شني قانون بالطبقة بالنسبة للمساحة والحجم تعال ان فكرك شوية بمساحة سطح الكرة اللي اخذناها في الدرس الماضي باهي اللي هو المتمتل في أيوه أربعة باي نق تربيع هاد الدرس اللي اخذناها في الحصة الماضية اللي هو المساحة السطحية للكرة باه انت حاليا قدامك رقم واحد في رقم واحد طالب مني الحجم والمساحة مني بوش نكلموا لي ماذا لانا اعتقد سهلين وواضحين للجميع عبارة عن قانون الطبقة سواء كان يبي الحجم او يبي المساحة ومن انساش الحصة الماضية قلنا اختصرنا المساحة السطح الكرة قلنا ميم سين اختصار لكلمة المساحة طيب خلينا تووا نخشوا في نفس الصفحة ونمشوا للتمرين رقم ثلاثة تمرين رقم ثلاثة ارجو كل واحد يكونوا معناهم اركز طواني شوي باهين في رقم ثلاثة عندك فقرتين انا بنتكلم على الفقرة الف تكلموا على فقرة الف باه شنعطيك قال لك عندك كرة حجمها ميتين وثمانية وثمانين باي سنتيمتر مكعد عطيك عجم الكرة بيساوي ميتين وثمانية وثمانين باي ايوا سنتيمتر مكعد هادي بتكلموا على ثلاثة الف باي وشي المطلوب مني مطلوب مني اللي هو يبي نصف القطع ويبي المساحة السطحية اوجد اوجد نق من خلال الحجم باي والمساحة السطحية طبعا هو بالتأكيد يعني ما تقدرش تجيب المساحة اللي ما يكون عندك نصف القطع حاليا نصف القطع مجهول كويس خلينا نجيبه نصف القطع في حالة نعطينا المساحة لو ترجع معايا شوية للحصة الماضية اعرف كيف تجيب نصف القطع في حالة ما يعطيك المساحة اليوم نبي في درس اليوم هدا كيف نجيب نصف القطع في حالة ما يعطيني ايوه في حالة ما يعطيك الحجم كويس فاني بنعطينا نمشي بيك تلقانون طول اول شي نجيو للحل وتبدأ معاي شو بتقول بتقول اذا كان بنصف القطع واني عطيني الحجم تمام بتجيه تطبق الحجم تضربه بثلاتة هادي هي تساوي تاخذ الحجم الكرة اللي اعطيهولك زي المساحة هادي ضارب ثلاثة هادي ضارب ثلاثة كأنك تطبق حاصن ضرب الطرفين يساوي حاصن ضرب الوسطين ايوه الحجم ضارب ثلاثة ما على ايوه اللي هي اربعة اربعة ضارب باي تمام اربعة ضرب باي ما تنساش الحصة الماضية استخدمنا علامة الجذر التربيعي المرة هادي بما انه عندي تكعيب نق تكعيب اطلع لي الجذر التكعيبي طلع الجذر التكعيبي نعود مرة ثانية هاي قلنا اذا كان صدفتني مسألة زي هذا او تمرين مثل اللي موجود حاليا عندك في رقم ثلاثة في الكتاب فقرة الف اعطيك الحجم قويس واعطاك واعطاك نوع الحجم بس اسف ويبي نص القطر ويبي المساحة خلينا نتكلم احنا كيف نجيبه نص القطر يعني قاعد نتكلم توا حاليا كيف نجيب نص القطر لازم تكون مركز معاي هو يبي نص القطر واعطاني الحجم بنجي نقوله الحجم ضارب ثلاثة على اربع ضارب بالجدد التكعيبي نبيك هذا تنقلولي في الكتاب اللي هو في رقم كم اللي هو قلنا رقم اثنين اقول لا اثنين جنب التمرين بالضبط تكتب لي وينيب ينق الانباك ننكرر فها وينيب ينق وعطاك الحجم تمشي بيلي بقانون هذا تمام هو صحيح في الكتاب المدرسي متاعك عطيك امتلة لكن ما عطاكش القانون هو المباشر القانون هذا لو تدور عليه حاليا كيف حال المثال ما هوش حالة بالطريقة فحناش نبو نبو مبسطولك الحل فانت بتجيه رقم اثنين بالضبط وتكتب القانون اللي يعطيك نص القطر واضح نظن خلينا توى انكملوا بقية الحل متاعنا باه خلنمشي معاك بالفقرة هادي شنية ايوه اللي هي الحجم يبقى تعالوا وقولي نق يوساوي قداش عندك الحجم انت عندي ميتين وثمانية وثمانين باي هادي نين مانية مانية باي خلاها الباي زي ما هو قلنا باه بعد الحجم شن عندك ايوه عندك ضارب ممتاز هادي الضارب هادي عملية الضارب باي بعد الضارب شن عندك عندك ثلاثة اللي هي موجودة من القانون يبقى ضارب ثلاثة هادي ضارب ثلاثة هادي ضارب ثلاثة وعندك الضارب وعندك الضارب اللي هي هادي حطاها زي ما هي هادي الضارب كويز اللي قلنا لازم تمشي معانا خطوة خطوة وعندك الباي خلاها الباي زي ما هي المرة هادي تمام وما تنساش صاح عليك الجذر التكعيبي شوف نفسك توه كيف تطبق القانون تقدر تحل به طريقة سهلة جدا الجذر التكعيبي شنديره توه خلاص ما عندنا ما ندير اختصار اختصار بسيط جدا تجي للباي هادي تمشي معا الباي باهي نجي نضرب ايوه مئتين وثمانية وثمانين ضارب ثلاثة ونقسمونا على الاربعة هاي طلع النات يلا نعود لك مرتين كيف تضرب اي قلنا مئتين وثمانية وثمانين ضارب ثلاثة تقسيم اربعة هاده نبيه منك بس توني نبيك تضرب القيمتين وتقسم على القيمة الثالثة ايوه ايوه كيف تطلعها الناتش بالضبط يطلع مئتين وستاش الجدر التكعيبي ماشين باهم بكري ايوه توا حاليا بتطلع لي الجدر التكعيبي للقيمة اللي موجودة تحت الجدر التكعيبي اذا بنقوله نق اللي هي نص القطر قداش صاح عليك ممتاز ستة سنتيمتر يعني نص القطر يطلع لي كم يطلع لي ستة سنتيمتر بسرعة شوي نعوده الفقر الاولى بس هذا باهي الفقر الاولى قلنا هو عندي نص القطر الحجم ضارب ثلاثة على اربعة ضارب باي الجدر التكعيبي هاده اول شي جيد للمثال عطينا الحجم بقيمة هذي 288 باي ماشي يبي نص القطر ويبي المساحة السطحية خلونا نتكلموا عن المطلوب لول اللي هو ايش اللي هو نص القطر قلنا من خلال استخدامنا من القانون لول متى حجم الكرة اللي هو اربعة على ثلاثة ضارب باي نقطة كئيب نقدر نطلع قانون نعطينا نص القطر في حال وجود الحجم جينا قلنا نق ضائل تاوي نص القطر يساوي الحجم ضارب ثلاثة على اربعة باي او اربعة ضرب باي مع وجود الجدد التكيب وعوضنا على القانون لان هذا هو التعويض عوضت عن القانون عندك الحجم كم 288 باي زي ما هي بالضبط ضارب هذي ضارب ثلاثة تمام على المقام تو ننتقل للمقام المقام قديش عندك انت اربعة ضارب هذي اربعة ضارب الباي هذي الباي اختصرنا اول خطوة في الحل بعد ما عودنا او بعد ما عودنا بدنا نختصر تمشي الباي مع الباي وضربنا 288 ضارب ثلاثة تقسيم اربعة يطلع حاصر الضرب ثم القسمة 216 نطلع الجدل التكعيبي للقيمة هذه 216 اللي هو متمثل في قيمة شنو قيمة اللي هي تساوية 6 بالشكل هذا نكون قدرنا نطلعوا نصر القطر عامتا من يعطيك الحجم الدرس الماضي عرفنا كيف نجيب نصر القطر في حالة من يعطيك المساح يبقى انت هناك قدرت اتميز صح المطلوب الثاني بنخليه لك انت اللي هو المساحة انت عندك القانون وتقدر تعوض واترك لك انك تكمل لي كيف تطلع لي المساحة السطحية للكرة عندنا خليك شوية من الوقت حتى تطلع لي المساحة السطحية للكرة اذا نتوى هنا بعد من هنا من هنا قصة هدية كلها حجم الكرة ومساحة الكرة والنصف القطر متاع الكرة في هذه الحالة اعتقد هذا اخر درس في الباب الخامس اللي هو من مساحات السطح باي حاليا طبعا بعد ما انتهينا من حجم الكرة نبي منك حاجة بسيطة جدا انك تنتقل بيه توا حاليا الى ورقة المراجعة عن ضني التمريل اللي موجودة امامك في صفحة 123 ضني واضحين لكلهم حللنا منهم جزء كبير منهم المهم اهم شي اهم شي انك تطبق القانون اللي هو موجود معك يعني القانون اللي يقدر يعطينا الحل زي ما كنا نتكلمه على الدرس الماضي مساحة السطحية زي ما اتكلمنا عن نص القطر اليوم يا شباب اتكلمنا لحجم الكرة كويس واتكلمنا على نص القطر الكرة في حالة ما يعطينا الحجم الكلام هوا اللي موجودة امامك هادم تعرفوا بيناق تربيع هذا اللي هو تطلع لي به المساحة اللي كنت اخذ فيه في الدرس الحلس الماضي بعد ما تكمل دو حاليا نبيك تنتقل معاي كنا مع بعضنا لورقة المراجعة لو سمحت تمشي معاي لورقة المراجعة ورقة المراجعة باقي اللي هي الصفحة كم صفحة مية ستة وعشرين صفحة مية وستة وعشرين هذه الصفحة عندنا تمرين هي شاملة للباب كل ما يتكلم بمساحة السطوح فيه تمرين عن طول القوص طبعا اخذنا منها مجهزة في الحصة الماضية او في الدرس السابقة كذلك المخروط الهرم شنبي منك هنا في المساحة في الصفحة هذه نبيك تاخد معاي رقم اربعة رقم اربعة الفقرة الف والفقرة ب الفقرة الف اللي هو اعتقد يبي مساحة سطح الكرة وفقرة ب يبي حجم الكرة كل ما نتمنىه في هاد نهاية درسنا اليوم اللي هو قلنا بالكيفية بالشكل هادي ان هنا مساحات السطوح اليوم درسنا السابق ان شاء الله نكونوا فهمنا الباب مساحات السطوح بدائما من طول القوص الى القطاع الدائري الى الهرم الى المخروط الى الكرة وفي نهاية درسنا اليوم اتمنىكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة